عبادة رجل صالح تقي وجد ابنه الشاب حزينة فسأله عما يحزنه فأخبره بأنهم ما زالوا فقراء ولا يملكون إلا القليل بينما عمه رغم عدم التزامه أصبح غنية واشترى لابنه الأكبر سيارة فاخرة فابتسم الأب وقال له ربما كان القليل أفضل لنا وخاصة يوم الحساب وعندما وجد ابنه لم يفهم ما يقصده قال له أحد التابعين كان له ستة من التلاميذ المتفوقين في حفظ القرآن والفقه وفي أحد الأيام سأله أحدهم عن الحساب في الآخرة فقام التابعي من مكانه ووزع على طلابه الستة شيئا من المال فأعطى الأول مئة درهم والثانية سبعين والثالثة خمسين والرابع ثلاثين والخامس عشرة ثم أعطى التلميذ الذي سأله درهما واحدا فشعر هذا التلميذ بالحزن لأن أستاذه فضل رفاقه عليه ولكن التابعي ابتسم له ثم قال للجميع يجب أن تنفقوا ما أعطيتكم خلال خمسة أيام وسيكون اجتماعنا بعد صلاة ظهر يوم السبت في الصحراء عند الشجرة العجوز جاء الطلاب الستة في الموعد المحدد ولأن الجو كان شديد الحرارة جلسوا في ظلال الشجرة وعندما وصل التابعي أمر تلميذه الأول بالوقوف وسط حرارة الشمس الملتهبة حافية ويخبره ماذا فعل بالمئة درهم الذي أعطاها له فوقف التلميذ وأخذ يرفع رجلا وينزل أخرى من شدة حرارة الرمال تحته ويسرد ما اشترى بالمال ولم ينتهي إلا بعد أن تورمت قدماه وكاد يسقط مغشيا عليه من شدة الحرارة والعطش ثم عاد إلى ظل الشجرة ووقف مكانه التلميذ الثاني حافية ليخبره ماذا فعل بما أخذ وهكذا حتى وصل للتلميذ السادس الذي لم يأخذ سوى درهما واحدا فوقف وقال خلال ثوان اشتريت رغيف خبز ثم عاد إلى ظل الشجرة دون أن يشعر بحرارة الشمس والرمال ووقف أمام التابعي فرحا بينما كان الباقون بين جالس ينفخ على قدميه وآخر يبردهما بالماء فقال لهم التابعي ولله المثل الأعلى هذا مشهد مصغر عن يوم الحساب فكل إنسان سيسأل على قدر ما أعطاه الله في يوم تقترب فيه الشمس من الرؤوس ولن يستظل فيه إلا من أخلص عمله لله سر التلميذ صاحب السؤال وعلم أن أستاذه لم يفضل أصحابه عليه والآن يا بني هل فهمت معنا ربما كان القليل أفضل لنا يوم الحساب وحتى يرتاح قلبك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى وادع الله أن يخفف عنا يوم الحساب وشدته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب طالب جامعي على خلق ودين ولده من الأثرياء وذو منصب مرموق إلا أن هذا الطالب لم يخبر أحدا في الجامعة بثراء أبيه أو منصبه ليعيش بين زملائه ومع ساتذته على طبيعته وبساطته واثقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله في أخر عام له بالجامعة تعلق قلبه بزميلة له ملتزمة فأراد أن يتقدم لها بعد انتهاء العام الدراسي خاصة بعدما عرف شعورها من ناحيته وعندما طلب منها أن تحدد موعدا مع أسرتها ليقابل والدها ويطلب يدها وجدها في حزن شديد وقالت له والدي من أغنى الناس ولا أعتقد أنه سيوافق عليك لفقرك ولكنني لن أتزوج غيرك وأعدك بهذا مهما حدث ابتسم الشاب وأخبر الفتاة بأنه سيذهب لأبيها بعد صلاة الجمعة وفي الوقت المحدد ذهب الشاب بمفرده وأبدى لوالد الفتاة رغبته في الزواج من ابنته فاستهزأ الأب به وسخر منه وقال له شاب فقير جاء بمفرده يا هذا ليس عندي فتيات للزواج اشرب قهوتك وتوكل على الله بلا رجعة ابتسم الشاب وذكر بهدوء وأدم لوالد الفتاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما توضع أحد لله إلا رفعه الله ثم خرج هادئا مبتسمة وفي المساء تحدث مع أبيه عن رغبته في التقدم للزواج من زميلته وذكر له اسم والدها فاتصل والده بوالد الفتاة وأخبره بأنه سيأتي إليه في مساء الغد ليطلب يد ابنته لابنه ففرح والد الفتاة كثيرا وأخبر ابنته بالخبر السعيد بالنسبة له وعندما وجد ابنته حزينة قال لها إن تم هذا الزواج ستكونين من أسعد الناس فنحن بكل ثرائنا لا نصل إلى ربع ما يمتلك هذا الرجل من منصب وجاه وفي مساء الغد وصل الشاب مع أسرته وبعض أقاربه في موكب من أفخر السيارات ودخل الجميع البيت بينما تأخر الشاب قليلا وظل والد الفتاة وأسرته ينتظرون الزوج المنتظر وعندما شاهده والد الفتاة أصيب بالدهشة وقبل أن ينطق بكلمة قال له الشاب هذا أبي وهذه عائلتي وهذا لن يغير من الأمر شيء فأنا سأكون نفسي بنفسي ولن أعتمد على أموال أبي أو منصبه شعر والد الفتاة بإحراج شديد وقال للشاب لقد أعطيتني درسا لن أنساه أبدا وأقسم لك أنني لن أتكبر أو أتعالى على أحد بعد اليوم حاول والد الشاب أن يفهم الموضوع ولكن ابنه قال له هيا نقرأ الفاتحة وسيكون بعدها كل الخير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا